بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على حضراتكو في لقاءنا التاني مع تاريخ مصر الفرعودية الحقيقة بس قبل مبدأ بشكركوا على التعليقات اللطيفة اللي بتشجع الوحد بنكمل ويا رب ان شاء الله نكون عند حصن الظن بنا بإذن الله لكن وجالي سؤال بس من أستاذ وفاق رشوان كان يتسألني على أرواح بوتونيخي إحنا لما تكلمنا على مراحل مر فيها التاريخ المصري قبل الوصول لمرحلة الأسرات أو قبل المرحلة اللي بنسميها مرحلة الأسرات مر بمراحل المراحل دي اللي احنا اصطلحنا مع بعض ان احنا نسميها عصور ما قبل الوصول بعض الناس يقولك أنا ما عنديش دليل لأ عندي عندي عدل لو الأسار اللي موجودة قدامي دي كلها هقدر عمل منها تخريجات توريني ازاي لأن مصر وصلت من خلالهم لمرحلة التوحيد طيب من ضمن المراحل كان أقوى مرحلتين هم سبعة وثمانية اللي قولنا ما بين بوتو ونخن بوتو اللي خرجت منها واجت ونخن اللي خرجت منها نخبت وقولنا نخبا بقت لخبا بقت لكبا بقت الكاب كسة لكلام طيب الاتنين مع بعض هنا بيرمزوا عندي ليه؟ للشمال والجنود الملك هنا لما بيبدأ حكم وبيتحرك دايما الملك هتلاقي ماشي ملك مصر العليا والسفلة المحمم السيدتين يعني دايما عمل يربط نفسه بالاتنين يوم يربط نفسه بأرواح طب الأرواح ليه؟ حضرتي كنت قاعدة في البيت وليه؟ والله أرواحهم هلا حوالين الأسلاف الأوائل بس الأسلاف يجول منين اللي بيدوني الشرعية وبيدوني القوة وبيدوني الدعم يجولي من مناطق الوحدة الأولى التي منها أعلنت مثلا اللي ما بين بوتو وما بين نخن فتمثيلهم هنا كهية السعر وبيقال إن السعر ارتباطه بشماليته ونيخن قد يكون ارتباط ابنهاوة لأن ابنهاوة هو المعبود الأقدم وطبعا ما قدرش أتكلم على ووب ووات أو ابنهاوة وبعد الدراسة الرائعة اللي عملها أستاذنا الرائعة الدكتور أحمد عيسى عام المعبود ووب ووات لكن هنا إذن تمثيل أرواح بوتو ونيخن اللي بيمثاله تلاتة ومعهم الملك وكتير بتشوفها في المعادل والملك لما يتصور دايما هتلاقول لا بيستاجل خبرش لأنه الملك المحادم اللي انتصر انتصر بردى مين بردى الشمال والجنوب بردى الشمال والجنوب أرباب وكمان بأرواح الشمال والجنوب اللي هي بوتو منيخين الأرواح الشمال وكلمة باوو كما حتد قوة يعني كأنها الأرواح اللي اتهب والقوة والعزيمة أنه يستمر بهذا الشيء من بين الأثار اللي هنتكلم عليها النهاردة هاخدها باختصار وحقولها لكم كده في إطار عام يمكن اللي هنتطول فيها شوية هي جزء بتاع صلاية نهاردة لكن هنتكلم على صلاية سكين جبل العرق صلاية سيد العسود صلاية الأسد والأقبال صلاية الفح حاجات دي كلها هتلاحظوا فيها إيه؟ هتلاحظوا فيها أنها بتنقسم إلى موضوعات أولا الموضوع منها في حرب أو صيد لكن هتلاوه فيه إطار مشترك كامل في كلها على دون وقوف وهو وجود ألوية ترمز لأرباب طب ليه؟ ألوية ترمز لأرباب لأنه هنا عاوز يوصل معايا للنتيجة المهمة جدا وهي إن أي تحرط بيتم الآلهة بتحميه والآلهة بترضع يعني لما يجي على سكين جبل العرق العرق دي ليه منطقة العرق دي منطقة أنه نجح حماني فألاقي منظر حرب على مية ناس ملامحهم مصرية وناس بالشعر الجانبي بيقال إن هم قد يكونوا بجاية التميحون اللي هم سكان حواف مصر الغربية وموجود معاهم ثلاث ملاكب الموضوع هنا واضح إنه فيه صراع على حاجة بحرية أو على حدود الأرباب اللي موجودين هنا حلاقي البركب منه هلال عليه بتاع هلال واحد عليه أمر خنصه وابوات في البداية ألاقي واحد مثلا ربما إنه التأثير دخل إنه تدخل عناصر أجنبيات يعني في واحد بشكل عمى كده البعض قال ده جاي من العراق هل كان له بوعده تجاري؟ هل الصلاية هنا أو السكين ده أو الجزء ده المقبض ده كان بيتنين من مكان لمكان فكان حريص فيه الفنان إنه يصور الأمر ده ليه لا؟ صلايت سيد الأسود ألاقي مجموعتين رجال واقفين صفين ومسكين الصور وواحد طلع يضرب أسد الأسد بينهش فيه بيروح اثنين طلعين والباقي يكمل في وسط ما هو بينتصر ألاقي موجود إيه؟ ألاقي موجود أربع ألوية اثنين لحورس واثنين على شاك حربة بيتدلى منها علم طيب اللي بيتدلى منها هو الحرب هنا قالك قد يكون مملكتين الشرق والغرب في الدلتا فاكرين مرحلة من المراحل اللي قلنا الشرق يعنيشت والغرب اللي هي المنطقة بتاعت قسيم الصيد هنا إبادة الوحوش والسيطرة وتأمين المنطقة الأسد والعقبان ألاقي الملك في النص أسد قد يكون رمز الملك بيقطع صدر العظم وشخصية وقفة قدابه زيتا بيقول إنها راجل الملامح الملابس والزركشة اللي فيها بيخلي البعض يعتقد إن هي إلها مش إله لأن زيتا قال إنه قد يكون أنوريس وتمثيل للأسد وارتباطه به كسة أنوريس وأحضار البعيدة هلاقي برضو الألوية الموجودة اللي هو إين؟ اللي هو قق عليه سقر واللواء أبو منجة فكأن الملك بيقول إنه بينتصر برضا حورس وشحوتي والأعداء كله ملميين حوالين الأسد مضربين وبيقضى عليهم هلاقي عندي العقرب الملك العقرب ده اللي بيسميه القصة صفر أو مشابة أو العقرب له عندي مقمعة ولو عندي مجموعة من اللوحات وأثار تانية طيب هلاقي عندي العقرب في المقمعة بتاعته منظر اللطيف جدا عندي اللطيف اللي هو أساسي عنده هو المقمعة بتاعته اللي بيقوم بمشروعات رأي ماسك فاس وقدامه موجود العقرب والوردة الزهرة اللي موجودة اللي هنشوفها على صلاة ناربر أو بنشوفها على صلاة ناربر العقرب ده يسموه الزهرة دي قد تكون بداية ظهور لوتس اللي هي ملك الصعيد يعني يكون العقرب ملك الصعيد برضو هنا حملة المراوح وحملة الألوية والمنظر الألوية تاني الألوية اللي موجودة برضو الآلهة بتؤمن على أعماله بلاقيه أثار تانية بيضرب فيها أعداء أو بيضرب وموجودة هيئة ملكية قد تكون سيدة من نساء الدلتة أو تكون سيدة من نساء الشمال التزاوج اللي هو نوع من الزواج الدبلوماسي بين الشطرين البلاد ألاقي صليت الحصون والغنائم ألاقي مثلا سبع حصون والملك على هيئة الفحلة بيضرب والغنائم بتاعت الحرب اللي بياخدها الملك ألاقي برضو الألوية موجودة بتؤيد الأمر ده صليت الفحل اللي جزء منها في اللوفر لما تشوفوها حضراتك هتلاقوا فيها الفحل العروق نفرة كده وبيضرب عاد الفحل هنا القوة الملكية المصرية مش الملك قوة الملكية المصرية قوة السيطرة المصرية برضو الملك ربما بيسيطر على أحد المناطق وزعيم المنطقة بيداس عليه حاجة بقى للأثر المهم جدا اللي احنا تقليل كلنا باللف وانطف حولي وهو صلاية نرمر الصلاية لقناها في نخن يعني لاتها في الصعيد نخن دي عفكة لقيت فيها تمثال لبيبي الأول لقيت فيها الصلاية لقيت فيها عدد كبير من الأثر مهم جدا طيب لما اجي على الصلاية هنا بلايها على الوشين أولا النص الأعلى أو الجزء العلوي من فوق ده متكرر على الوشين في النص اسم الملك سمكة وازميل كافر الترعة أو شاء القنادة كرام جميل نعر مر البعض بيترجمها ترجمة تانية لطيفة مر معناها محبوب ونعر السمكة وهي أحد السمكات التي كانت ترافق إلي الشمس في حلده فيكون محبوب السمكة نعر على الجنبين موجودة إلى أفلة الأرضين فالبعض قال دي قد تكون حطحور أو قد تكون البداية الأولى قبل حطحور وهي المعبودة بات ولما حطحور دخلت الأسور التاريخية وقالت الشعرى بقت باط هي السيستروم بتاع تخور باسمه البارد الوش الأول الملك بتاج الجنوب شخص كبير بيدرب عدو العدو مكسور أنفه حرز بيديله ست نباتات بردي نبات البارد هب ده الملك بينتصر عدله هسف نبات البارد هنا بيتنطب الهرغليفي خا خا سيس خا اللي هما ستة خا يعني ألف والستة يبقى ستة آلاف عدو بصوا للأنس هنا الأنف دي مش مصرية ويؤكد الكلام ده أن العدو اللي بيتضرب من الملك في وسط المقمعة هلاقي أنه هو مكتوب عليه عش أو وع وبيقال أن الترجمة دي قد تكون تعني الرمال وقد تكون تعني سكان بدو الرمال اللي هما سكان السحر الشرية بينما يرى البعض أن الاسم ده قد يكون هو اسم الأمير نفسه بتاع المنطقة الحدودية هيجي البعض يقولك بس المصري ما تعودش أنه يكتب اسم عدو لا في نصوص قادش مثلا لقين هذا الاسم بيسكر وربما كانت الفكرة زي ما قال لنا ينكر قالك أن الاسم حيفضل شئ تأمقابيت فكوناك تضع الاسم أنت بتؤكد ان تسارك على هذا العدو في هذه المرحلة واثنين من الأعداء بيهربوا منها الوش الثاني من الصلاة حدوتها تانية الملك صغر واللي بيستاج الشمال ودخل رايح فين؟ هقول لكم حالا رايح فين لأنه ماشي وراه الولد اللي ماسك الإناء وفوقيه الولد إناء ومع الزهرة الإناء ده معناها ساقي واللي تحتيها الزهرة قلنا نسوه يبقى ساقي الملك ده اللي بيسئل الملك والملك ماشي قدام الملك فيه واحد واخد حرفين سهوته كتير مننا يقوله بداية كلمة ساتي عفكة دي أول مرة يمكننا أول مرة تلقابلنا بشكل صريح جدا حروف هيروغليفية البعض قال إنه قد تكون معنى الربيب أو الخادم أو التابع أو الإبن الوراثي وقدامه أربع ألوية الألوية الأربعة مع ناربر لقيت الألوية بتمشي بشكل غريب هللاقي يعني فيه ثلاثة منهم بشنب واحد من غير شنب مش مفهومة ليه هللاقي الطول متناسق هللاقي الألوية مختلفة هللاقي صريحة سقر وابو منجل وابو وات فتح الطول لكن الرابع قد يكون رمز لمدينة خم اللي هي مدينة الشمال الأولى في المرحلة الأولى من مراحل التوحيد وقد يكون رمز للمشيمة الملكية وسيطرة الملك قدامه موجود عشر أعداء متقطعين رصهم رمز الانتصاره على الأشخاص دول وبعد بيفسر تفسير لطيف يقولك بصوا التمانية لأولين رجلهم مقفولة الجوة وفيه اتنين رجلهم لبرا الاتنين الرجلهم لبرا قد يرمزوا إلى قادتهم لأنه ما يقدرش يكتب أساميهم وفوق موجود صقر على باب ومركب يوم يقولك ده نص هيروغليفي هنا المنزل بيحكي حدود بيقوله رحلة بالمركب لمدينة بوابة حرص إيه يا مدينة بوابة حرص بوتو عاصمة الشمال في مراحل الوحدة يا مدام وفاء اللي قلنا عليها اللي هي هنا البعض يقولك أنا ما عنديش دليل لا أنا أسف عندي أدلة هي المصري حط هولا أجي على التلت التاني من الصلاة أو الوش التاني حلا حيوانين خرافيين براس الأسد والرقبة بتاعة التعبان مع الجزء بيعمل إيه بيفصل هنا بيفصل ولا بيربط بص كويس هتلاقي بيربط عملية الفصل اللي البعض زمان يقولك يفصل ما بين لا ده بيربط طيب اللي في النص الدائرة الدائرة اللي هي هتلت تفسيرات اتقال لنا الأولى إنه قد يكون مجرد جسم الصلاة اللي هي أساسا مكان لصحن الكح كان الكح اللي بتصحن هنا أو بيتحط بشكل رمزي والتاني قال إن ده عنصر زخري في خدناه من فن الهراء وتكرر على فكرة حاجات كتيرة من مرحلة ما قبل وقبيل الأسرات والتالت قال طب ليه ما تقولش إن إن ده تمثيل أول لقرص الشمس وخروجها وبداية ظهور الحقيقة الشمسية خاصة وإن ظهور اسم الشمس في أسماء الملوك يمكن ظهر عندي من نهاية الأسر أولى بداية الأسر الثانية زي ما هنتكلم عليه لكن أعين كان التمثيل هنا فربما أنه بيمثل جسم الصلاة اللي بيخرج منه أو بيتم عملية الرابط أو التوحيد بلاش نقول الفص الرابط أو التوحيد ما بين عنصر البلاد شمالا وجنوب جزء السفل وده الأخير الملك بينتصر وبيضرب على هيئة الفحل القوة قوة مصر قوة وبيدك أحد القلاع والحصول الصلاة هنا لا ترمز لانتصار الملك على الشمال الشمال هنا ليكسب بالدلتا ولكن ربما يكسب به حدودنا الخارجية التي امتدت حتى حواب فمصر الشرقية والشمالية الشرقية لان احنا هنلاقي حاجة هنلاقي في مرحلة هتحصل ان في بعض المناطق حتى انفصل من الأسرة اتنين وهنلاقي البلوك بيضطر انه يحكم من الجنوب بس او يحكم من الشمال بس دون ان يتمكن الملك من حماية البلاد بكل أطرافها هنا هندخل على المرحلة بقى مين اللي وحد نص تسبيع هنا بيني وبينكو التحبير هنا يعني انت انت مسكت ايه مسكت حاجة وشديت ما نفعش اقول كده ما نفعش اختزل كل اللي احنا حكينا ده في شخص هل العقرب هل الملوك الايتاء او الاسماء اللي بتظهر كاسماء اسطورية مين هم هنا في الغالب انا بقى امام حدوتة ما بين 3 اسماء مين نرمر حراحة نرمر احنا اتكلمنا عليه حراحة حرس المحارب ولقينا له أثار ولقينا مقابل له مين البعض بيقول معناها المثبت وبيفسروا تفسير لطيف ان نرمر الاسم الحقيقي لما حارب سمى نفسه حرس المحارب لما انتصر سمى نفسه مني لكن في دراسة لطيفة جدا انا مالها دورشام من حوالي 15-20 سنة خرج فيها بدراسة او قراءة لطيفة ترجم اسم مينة يعني ايه بمعنى بالفهم سوية ترجمة كلكا شخص ما اي واحد بمعنى قال ان اللي بيستطيع بيقعد على كرسي الحكم في البلاد هيبقى مينة او المصري اراد كده شخص التعبير عن الملك طب ليه ليه قالك ربما كل المصادر في المرحلة دي احنا كل المصادر احنا كلمنا ايه عبارة عن شوية صليات وشوية سكاكين وشوية مقابض بقدر اخرج منها بحوادين مشروعات راي الملك بيدرب طب بيستطد اسد طب الاسد هنا هاريال طب لو بيدك قالع طب لو واحدة ستة هل بيتجاء هل كلها بيدتطع فيها كلمة هل فهل هنا نارمر هو اللي قام بعملية التوحيد وتمت الامور ثم انتقل عن طريق ملك اتم كل الامر لانه عايز يقول لي ان مش منطق ان انت تختزل كل الناس اللي تعبد دي في انك تحط لي واحد وتقول هو ده اللي عمل كل الكرسة وعلشان كده لما جينا في الدولة الحديثة وشفنا في مناظر المعابد المنظر الجميل للكهنة وهم بيبجلوا الملوك الذين اعادوا لمصر قوتها ووحدوها قال ايه شايل تلت تمثيل لمين مينة ومن طحط ابن بحبت راه والتالت احمص يعني هاولين دول اللي وحدوا مصر فالامر هنا الاقرب ان مينة امين انا اكتر للتسمية ان يكون مني هي تسمية تعني شخص ما هو الشخص الذي قام او انكتمل عنده التوحيد ورسخ العرش على ارض مصر وبدأت مصر تصبح دولة ذات سيادة او هقول التعبير اللطيف اللي هنشتغل عليه مصر كونت وللمرة الاولى من توحدها دولة المؤسسات وعلشان كده لقاءنا اللي جاي ان شاء الله يوم السبت هيكون هنتكلم فيها على المصادر اللي احنا هنشتغل عليها هنتكلم على المؤرخين هنتكلم على مانيتون هنتكلم على هيردوت هنتكلم على القوائم الملكية هنتكلم هل القوائم دي والمصادر دي هل كانت مصادر اقدر ان انا اشتغل بيها منزهة يعني اللي بيكتبها بيكتب الصح ولا بيكتب وهو بتحكمة فيه اهوائه بالنسبة 90% كانت بتحكمة اهوائه ليلا سعيدة ربنا يتقبل مننا جماعنا الصلاة والصيام والقيام شوفكم على خير يوم السبت ان شاء الله مع فيديو جديد وحواديد من تاريخ مصر الفرعامين اشتغل بيكتبه اشتغل بيكتبه شكرا للمشاهدة